أشهد سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون شباب بالمشاركات البحرينية لسباقات الخيل في المحافل الأوروبية بعد تسجيل فوز جديد للمهر بوليت أكشن لفريق فكتوريوس في مضمار لستر الإنجليزي وأعرب سموه عن سعادته بهذا الانتصار الذي يجسد مكانة الفروسية البحرينية في المشاركات الخارجية والحرص الدائم على إبراز رياضة الخيل في المحافل الخارجية وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً للمشاركات البحرينية المقبلة عبر مواصلة تحقيق الانتصارات وتسجيل أرقام جديدة لسباقات السرعة البحرينية والتي سجلت حضورها البارز في الفترة الماضية وأعرب سموه عن تقديره للجهود البارزة التي يبدلها المدرب فوزي ناس والمدرب روجر فيرنر في تهيئة الأجواء المثالية للمشاركة البحرينية على مدماري ليستر الإنجليزي مشيداً سموه بالقيادة الناجحة للفارس ديفيد إيجين ومتمنياً للفريق دوام التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة